الحمد لله رب العالمين و صلى الله وسلم و بارك و أنعم على نبينا محمد صلى الله عليه و على آله و أصحابه أفضل صلاة و أتم تسليم أما بعد حياكم الله أخواني الطلاب و الطالبات في مادة توحيد واحد أهلاً وسهلاً بكم اليوم معنا كما ترون على الشاشة توحيد الربوبية ما هي أهدف درسنا لهذا اليوم؟ الهدف الأول أن يبين الطالب معنا توحيد الربوبية و الهدف الثاني أن يعلل الطالب بطلان الشرك في توحيد الربوبية و الهدف الثالث أن يذكر الطالب دليلاً على توحيد الربوبية ذكرنا لكم في الدرس الماضي و الدروس الماضية معنى التوحيد شرعاً فما معنى التوحيد شرعاً؟ ما رأيكم؟ ذكرنا لكم أن التوحيد شرعاً هو إفراد الله سبحانه وتعالى بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ذكرنا لكم تعريف التوحيد شرعاً وقلنا لكم أيضاً أقسام التوحيد قلنا أن التوحيد يدور على ثلاثة أقسام فما هي هذه الثلاثة أقسام؟ مرت معنا في الدرس الماضي ما رأيكم؟ نعم الأول توحيد الربوبية والثاني توحيد الألوهية والثالث توحيد الأسماء والصفات توحيد الأسماء والصفات نبدأ الآن في معنى توحيد الربوبية بعدما عرفنا هذه الأقسام وعرفنا أقسام التوحيد نتعلق الآن ونتكلم في موضوع مهم جداً وهو معنى القسم الأول من هذه الأقسام وهو توحيد الربوبية فما معنى توحيد الربوبية؟ تأملوا معي الشاشة توحيد الربوبية أخواني وأخواتي هو إفراد الله بأفعاله ما معنى هذا الكلام؟ إفراد الله بأفعاله الكلمة الأولى إفراد ثانية الله جل وعلا الثالث أفعال أفعال من؟ أفعال الله جل جلاله فأن تفرد الله بأفعاله طيب ما هي أفعاله التي نفردها؟ أفعاله كثيرا سبحانه وتعالى من هذه الأفعال تأملوا معي هو أن تصدق تصديقا جازما في هذا التوحيد التوحيد الربيا أن تصدق تصديق جازم بوجود الله تعالى وأنه سبحانه هو المتفرد أولا بالملك والخلق والرزق والتدبير وأنه المحي المميت وأنه النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء وإغاثة الملهوفين فأنت تفرد الله جل وعلا بماذا؟ بهذه الأشياء التي تتعلق به سبحانه وتسمى أفعال لله جل وعلا فالخلق من أفعال الله سبحانه الرزق من أفعال الله سبحانه التدبير من أفعال الله سبحانه فهذه كلها أفعال لله فما معنى أن تفرد؟ فأن تعتقد هذا الاعتقاد وهو فلا خالق ولا رازق إلا الله تخصص هذه العبادة لله جل وعلا وتعتقد أيضا أنه لا معطي ولا مانع إلا الله سبحانه وتعالى وكذلك ولا مدبر لأمر العالم غيره جل وعلا وهذا كله متعلق بتوحيد الربوبية إفراد الله جل وعلا بأفعاله سبحانه وتعالى فما شاء الله سبحانه وتعالى كان وما لم يشاء لم يكن لا تتحرك ذرة إلا بتقديره ولا يجري حادث إلا بمشيئته سبحانه وتعالى رب كل شيء جل جلاله ما الدليل على هذا الكلام على توحيد الربوبية؟ ما الدليل على توحيد الربوبية؟ الدليل هو قوله جل وعلا انظروا معي قال الله جل وعلا الله خالق كل شيء وهذه آية تدل على هذا التوحيد العظيم الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى فهو دلت أو دلت هذه الآية على أن الله خالق كل شيء ومدام هو خالق كل شيء فأنت تفرد هذا الفعل لله جل وعلى فكل ما في الكون من عند الله جل وعلى إفراد الله بأفعاله سبحانه وتعالى ومن أفعاله الخلق هذا نشاط في صفحة 26 عدد خمسة من الآيات العظيمة التي تدل على الخالق سبحانه وتعالى نحن في هذا الكون العظيم والكون الفسيح هذا الكون فيه آيات دالة على أنها من مخلوقات الله جل وعلى نذكر لكم بعض الأمثلة وأكملوا أنتم هذا النشاط في جهدكم مع زملائكم أولا خلق السماوات والأرض هذه مخلوقات الله سبحانه وتعالى انظروا إلى هذه العظمة السماوات سبع سماوات بغير عمد ترونها سبع سماوات انطباقة ما انطبقت على بعض ما سقطت ولا نرى لها أعمدة من خلقها؟ هو الله جل جلاله كذلك الأرض وهذه الأرض التي فيها المخلوقات وفيها ما كان من جبال وأشجار وأنهار كل هذا من خلقه هو الله جل جلاله سبحانه وتعالى أيضا خلق الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون تأمل في خلقك من خلقك؟ هو الله جل جل وعلا والناظر في هذا الأمر يعرف أن الله جل وعلا هو الخالق لكل شيء ولذلك جاءت الأعرابية عندما قيل لها وسئلت هذا السؤال قالت جوابا عقليا جميلا في إثبات وجود الله وأنه الخالق قالت البعرة تدل على البعير والسير يدل على المسير سماء ذات أبراج وسبل ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير؟ سبحانه وتعالى اذكروا أي أمثلة أخرى والأمثلة كثيرة في الآيات العظيمة التي تدل على خلق الله سبحانه وتعالى العنصر الثاني من درسنا وهو مهم جدا بطلان الشرك في الربوبية كيف نبطل الشرك في الربوبية؟ من خلال هذا الكلام المهم وهو كلام عقلي ينبغي علينا أن نركز فيه جيدا تأملوا معي الإقرار بتوحيد الربوبية مستقر في قلوب الناس فقد جبلوا على هذا الإقرار وهو أمر ضروري وقطعي لازم لكل إنسان الإنسان فطرة مجبول على أنه موحد للرب سبحانه وتعالى توحيد الربوبية هو هكذا جبل فهو مفطور ومستقر في نفسه هذا الأمر ولا ينكره إلا من استكبر وجحد هذا الأمر تأملوا لذا كان كفار قريش كانوا كفار ومع ذلك كانوا مقرين بتوحيد الربوبية كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وما نفعهم هذا الإقرار إن لم يؤمنوا بالتوحيد الآخر لكن الشاهد أنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية فتوحيد الربوبية النفس فطرة مقرة به ما الدليل على أنهم مقرون بتوحيد الربوبية تأملوا قال الله جل وعلا قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ماذا قالوا؟ فسيقولون الله سبحانه وتعالى فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فأثبت الله سبحانه وتعالى أن كفار قريش كانوا مقرون كانوا مقرين بتوحيد الربوبية بتوحيد الربوبية لكن قد تنحرف بعض النفوس في أمر الربوبية وهذا الانحراف قد يكون بتكبر وقع في النفس فأنكر هذا الأمر أو بشبهة وقرت في عقله فأثرت عليه هذه الشبهة في هذا الأمر فهذا هو الانحراف الذي يقع في بعض النفوس في أمر الربوبية كما ادعى فرعون الربوبية كما ادعى فرعون الربوبية كما قال الله جل وعلا فقال أنا ربكم الأعلى قال هذا المسكين فرعون ادعى أنه هو الرب نسأل الله السلام والعافية والدليل أنه استكبر عند موته عندما بلغت الحلقوم الروح الحلقوم ماذا قال؟ آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل ما نفع هذا الإيمان؟ الآن وقد عصيت قبل وهذا لا ينفعه لماذا؟ لأنه كفر بالله واستكبر في هذا التوحيد وهو توحيد الربوبية وهو توحيد الربوبية قد بيّن القرآن بطلان الشرك الربوبية في آيات كثيرة ومن هذه الآيات تأملوا هذه الآية العظيمة يقول الله سبحانه وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون هذه الآية العظيمة هي رد وبطلان على ماذا؟ على الشرك في الربوبية على الشرك في الربوبية والخطاب عقلي وقد تذكرون إخواني وأخواتي في بيان العقيدة الإسلامية أن القرآن بيّن هذه العقيدة الإسلامية بيانا شافيا مقنعا بالخطاب العقلي وهذا منه كذلك وهذا منه كذلك ومعنى الآية أن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل لعباده النفع ويدفع عنهم الضر وأيضا فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لحصل أحد أمره يعني الآن بكل بساطة أخواني وأخواتي الطلاب والطالبات لو افترضنا افتراضا عقليا أن يوجد أكثر من إله في هذا العالم أكثر من إله في هذا العالم يوجد اثنين من الآلهة كلاهما يتصرفون في الكون افتراض عقلي فسيحدث أحد أمرين وهؤلاء وهذه الأمور التي سنذكرها الآن تبين فساد وبوطلان الشرك في الربوبية تأملوا من خطان خلال الآية التي مرت معنا قبل قليل الأول السؤال العقلي أو الأمر العقلي سيحدث إذا كان هناك إلهين أن يستقل كل إله بخلقه وسلطانه احتمال عقلي أنه كل إله سيستقل بخلقه وسلطانه هل هذا يقبلها العقل؟ هذا العقل لا يقبله ممتنع عقلا طيب لماذا العقل لا يقبله؟ لأن العقل كما ترون فالعالم منتظم انتظاما دقيقا يستحيل أن يكون معه هذا الأمر نحن الآن في هذا العالم العالم هل فيه كل إله آخذ سلطانه وخلقه ومتكفل بهم ولا يعلم بالإله الآخر؟ هل موجود هذا؟ العالم منتظم وهذا الانتظام يدل على أنه لا يوجد إلا متصرف واحد وهو الله جل وعلا فهذا الاحتمال وهذا الأمر بلا شك أن العقل لا يقبله فهو ممتنع عقلا الثاني أنه يعلو بعضهم على بعض إذا افترض افتراضا عقليا أنه أكثر من إله موجود فإنه لابد بلا شك أنه سيعلو أحدهم على الآخر فستكون في غلبة لأحدهم ستكون في غلبة لأحدهم فيعلو أحدهم على الآخر طيب إذا صارت هذه الغلبة وبينهم بين ماذا سيحدث للعالم؟ تأملوا وهذا ممتنع أيضا عقلا لماذا؟ لما سأقول لكم الآن تأملوا فإن علو بعضهم على بعض يكون بعد دمار يصيب العالم وهل هذا موجود؟ هل هذا الدمار موجود؟ أم العالم منتظم انتظام يسير بكل انتظام الليل لا يسبق النهار والنهار لا يسبق الليل هذه السماوات وهذه النجوم وهذه الأفلاك وكذلك الأرض وغيرها من الكواكب هذا الانتظام لهذا العالم يدل على أنه لا يوجد إلا الخالق سبحانه وتعالى فإنه يمتنع عقلا أن يعلو بعضهم على بعض لماذا؟ لأن لو على بعضهم على بعض ماذا سيحدث؟ سيكون دمار يصيب العالم والواقع ليس كذلك والواقع ليس كذلك فلما بطل الأمر الأول اللي قلناه أن يستقل كل إله بملكه وخلقه هذا الأمر الأول بطل وكذلك بطل الأمر الثاني أن يعلو بعضهم على بعض كذلك بطل عقلاً فلم يبقى عندنا إلا احتمال وأمر واحد وهو تعين أن يكون العالم تحت قهر ملك واحد يتصرف فيه كيف شاء وكل من في الكون عبيد له مربوبون سبحانه وتعالى وهو الله سبحانه وتعالى وهذا هو الواقع المشاهد فإن انتظام الأمر أي أمر العالم كله وإحكام أمره أدل دليل على أن مدبره مالكه وربه واحد لا إله للخلق غيره سبحانه وتعالى بعد أن أخذنا هذا الدرس وعرفنا هذا الدرس ننظر الآن ونقيم أنفسنا من خلال ما أخذناه في درسنا وركزوا في الأسئلة وحاول أخي الطالب وأخت الطالبة أن تجيبوا قبل أن أجيب فأمهلكم ثوانية سيرة حاول أن تجيب من خلال ما أخذت من هذا الدرس المبارك نبدأ على بركة الله تأملوا معي الشاشة اختر الإجابة الصحيحة قال الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون المخاطبين بهذه الآية هم خيار الأول اليهود الخيار الثاني النصارى الخيار الثالث كفار قريش ما رأيكم أخواني وأخواتي؟ ما هو الجواب؟ بلا شك كما مر معنا قبل قليل الجواب هم كفار قريش كفار قريش السؤال الثاني أكمل مكان الفراغ قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل التوحيد الذي تشير له الآية هو توحيد؟ يا سلام أحسنتم توحيد الربوبية توحيد الربوبية أيضا السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعال العباد إفراد الله بأفعاله إفراد الله بما اختص به من أسماء وصفات ما رأيكم؟ يا سلام نعم إفراد الله بأفعاله إفراد الله بأفعاله سبحانه وتعالى اختر الإجابة الصحيحة كان كفار قريش مقرين بتوحيد؟ نعم بلا شك مقرين بتوحيد الربوبية وانتبهوا أخواني وأخواتي أن هذا التوحيد الذي أقر به لم يدخلهم إلى الإسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم لابد أن يأتوا بالنوع الثاني من التوحيد وهو توحيد الألوهية وهو توحيد الألوهية في تفسير قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون هذه مرت معنا هذه الآية قبل قليل وهو خطاب عقلي يقع فيه أمور ما هي الأمور في هذه الآية؟ في التفسير أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه وهذا ممتنع وتأملوا السؤال بداية قالوا إيش؟ يختر الإجابات وهو أكثر من جواب الثاني قالوا أن يعلوا بعضهم على بعض وهذا ممتنع الثالث أن يكون العالم تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء وهذا هو الحق الرابع أن العبادات فطر الناس عليها ولا تحتاج بينها فما رأيكم؟ ما هي الإجابات المناسبة وتفسيرا لهذه الآية؟ تأملوا جيدا بلا شك أن الأولى تفسير في الآية أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه وهذا ممتنع هذا الاحتمال الأول الذي مر معنا طيب الاحتمال الثاني أن يعلوا بعضهم على بعض وهذا أيضا ممتنع والاحتمال الثالث وهو الحق وهو اللازم بعد هذا المانع من الأول والثاني أن يكون العالم تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء وهذا هو الحق الدليل على بطلان الشرك في الربوبية ذكرنا آيات تدل على بطلان الشرك في الربوبية ما الدليل؟ اختروا الإجابة فالجواب واحد فما رأيكم ما هو الدليل؟ تأملوا؟ هل قوله قل إن صلاتي ونسكي؟ أم قوله تعالى ما اتخذ الله من ولدي وما كان معه من إله؟ أم قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة؟ بلا شك أنها الآية الثانية التي ذكرناها قبل قليل بهذا نكون بحمد الله وتوفيقه قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم نسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والهدى والتقى والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد نراكم في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته